مطار بغداد الدولي الوجهة الحساسة المهمة التي فتحت أبواب صراع بين الأحزاب للسيطرة عليه لما له من خاصية اقتصادية وسياسية وأمنية فظل نقطة تجاذب بين الكتل النافذة على مدى السنوات السابقة لتأتي الحرائق الأخيرة لتميط اللثام عن هذا الصراع حريقاني في أقل من أسبوع أثارات تساؤل مجددا عن الهدف منهما والجهات المسؤولة عنهما وخصوصا بعد أن ذكرت أغلب المصادر أن هناك يدا خفية هي من تضرم النيران بشكل متعمد القيادي في الإطار التنسيقي جمال حسن اتهم ما سماها مافيات متنفذة بالوقوف وراء هذه الحرائق من أجل خلط الأوراق وإسقاط حكومة الإطار برئاسة السوداني هوية تلك الجهات لا تعد أن تكون داخلا مظلة الشركاء الذين إذا اختلفوا افتعلوا أزمة أمنية بالحرائق والتفجيرات وكعادة رؤساء الحكومات السابقة في التعامل مع الأحداث الأمنية اكتفى محمد شياع السوداني بإعفاء بعض المسؤولين في قطاع الطيران دون التحقيق معهم أو إلاء هذه القضية الخطيرة أهمية كبرى وبعيدا عن دوافع هذه الحرائق فإنها كذلك تكشف عن فساد مالي نخر المؤسسات المهمة إذ أن ملايين الدولارات أنفقت على أنظمة السلامة وأجهزة الأطفاء إلا أنها لم تتمكن من التعامل مع هذه الحرائق فضلا عن عدم أهلية فرق أمن المطار في التعامل مع هذه الحوادث قبل وقوعها وفي هذا الخصوص تذكر مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة أن مطار بغداد تحول إلى مقبرة للطائرات بسبب نظام المحاصصة والفساد المستشري في قطاع الملاحة الجوية ولهذا السبب مرارا ما أضرب الطيارون عن العمل احتجاجا على الفساد في شركة الطيران هذه الحوادث الأمنية تعد مقدمة لحوادث خطيرة ستشهدها حكومة السودان في ظل استمرار الصراع السياسي على السلطة ترجمة نانسي قنقر